ازيكم عاملين ايه? اخبار الاكسل معاكو ايه صح? كويس يعني بيسالم علي ايه? يعني ايه? طب الحمد لله الحمد لله. انتو عارفين صح يا جماعة ان الاكسل ده اه فيه اه حد يعرف لغة السيكويل الاسكيويل سمع عنها طبعا. نا. بصي فيه لغة بصي اقول لك على حاجة انسرين فيه محلل البيانات محلل البيانات بيكون اه بيحتاج كزا ادوات كده او كزا طولز كده معينة عشان يقدر يشتغل بيها في شغله من اساسيات طبعا الاساسيات طبعا الاساسيات طبعا الاساسيال وده الاساسيال ده الاستاذ يعني فيه بقى الاسكيويل فيه الحاجة اسمها بايسون بس بصي بايسون دي ما بنستخدمهش كتير يعني اعتبر ما بنستخدمهش خالص الاساسيكيويل ده مطلوب شوية علشان احنا بيبقى فيه يعني اي شغل دلوقتي او اي حاجة اي منشأة اي محل اي حاجة بيقى عنده داتا بيز داتا بيز يعني العمل اللي جات له على مدار السنة بيخزنها فالتخزين ده بيتخزن فيه الاساسيكيويل اللي هي يعني اللغة دي بالذات فانت عشان تسحبي اللغة دي تسحبي الناس السنة اللي هي من اللغة دي بتسحبيها بالاسيكيويل ففاهمين يا جماعة؟ ليه بقى؟ لان الاساسيال بيكون محدود شوية يعني مثلا فيه داتا بتبقى بالملايين فبالملايين دي ما ينفعش انها تشتغل بالاساسيكيويل فاهميني؟ سلام عليكم انتم معي يا جماعة اهم حاجة؟ او الاساسيال بس معي؟ طيب بس كده بس سلم عليكم بعد كده خلاص يعني ده اخر اخر يوم يعني تمام 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 كي سلام عليكم ماشي بصوا شباب ماشي بصوا شباب احنا دلوقتي ان شاء الله المحاضرة دي هيكون فيها ازاي تعمل رسم بياني اللي هو التشورت وتعمل ريبورت محترف الحد كن بسألني ج blaع الرسومات البيانية او التشورتس худ سي سألني جبل كده عليه في الكورس ده على اموم انتم كويسين هنا نبتدي احو انا هعمل دلوقتي اشير لالايكسل احو انتم شايفين كده شباب؟ لا سهل بيحمل كانتوا شايفين كده الشاشة دي. فاكريني الشاشة دي ولا لأ? دي شاشة مجموعة الاهل التجارية اللي احنا كنا عاملين عليها المحاضرة اللي فاتت. فاكرينها? المحاضرة اللي فاتت. المحاضرة اللي فاتت. ايه لفها شغالة. نعم? لأ شغالة. شغالة بقى. اه في ايه اللي مش شغالة طب بصوا يا شباب. دلوقتي دي فاكرين بصوا يا شباب فاكرين المنظر دا كنا بنعمله بفت تيبل وكذا. فاحنا بقى نحول بقى الداتا دي الداتا دي لداتا مرئية. للعلم بس بالشيء بس يا شباب. الداتا المرئية دي بتثبت في عقل الانسان بنسبة 65 في المية. ركزوا في اللي انا بقوله. يعني لما تيجي مثلا تعرض لمديرك او اي حد عندك في اي شركة كان. لما تيجي تعرض له تقرير بالشكل ده. مش هيثبت بدماغه زي ما هتعرض له تقرير بمنظر هوريك شوك شكل عامل ازاي. ثماني كده. زي ما هتوري له مثلا تقرير. يعني مثلا بمنظر زي المنظر دا ثانية كده. بالمنظر دا. شايفين كده يا جماعة المنظر دا? ايه تمام. تمام. فانتو المنظر اللي انتو شايفينه بتاع التقرير والكلام دا غير لما يكون بالمنظر الجميل دا. هو ده بقى اللي انا اوصله لكم في حتة البيانات بتاعت لما تيجي تعملها حاجة اسمها data visualization. يعني ايه? يعني اه داتا مرئية. تمام? فهنبتد نشتغل زي ما احنا كنا شغالين المحاضرة اللي فاتت ان احنا هنعمل اه اه مثلا نفترض ان انا مثلا عايز اعرف ايه الانواع اللي بيبعمل انها كميات كتيرة. فهنعمل هنا ونخليها في اهو. ونقول له نقول له مثلا ايه النوع اهو. والكمية اهي. ونجرب ان احنا نعملها بتاعت كده. تمام? فالمنظر دا مش هيبقى بيلزق في دماغ المدير او العميل او ايا يمكن بشكل سهل او بشكل سريع. اللي بيلزق في الدماغ اوي 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 ايه الفيجوال. الفيجوال دي بقى ايه ازاي? ركزوا معي. انتوا معي اهم حاجة دلوقتي. انتوا كده سمعيني صح? وكله سامع صح? سمعين او. بصوا يا شكرا. لما تيجوا دلوقتي نيجي نقف هنا في اي بيف التابل هنا كده. وفي كلمة قائمة اسمها insert. insert اهي. insert دي الجزء بتاع التشارت اهو. التشارت اهو. اسمه chart. والحطة دي كلها. فبيقولك فيه حاجة اسمها recommended chart. لو انت في اكسل متقدم شوية يعني فوق 2019 عشرين 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 وحلو عشرين وحلو عشرين وحكزا. هتلاقي فيه حاجة اسمها recommended chart. بيقولك تدوس عليها كده recommended فبيروح ايئلك مثلا ايه? احنا ممكن نعمل هذا الشارت ده بالشكل دي. او نعمل هذا الشارت ده بالشكل ال line. او نعمل هذا الشارت ده بالشكل ال bi. طب ايه التشارت اللي احنا المفروض ان احنا نعمله بشكل افضل. بصوا شاباب. لو انت هتعرض مساهمة مساهمة يعني دلوقتي اه ممتاز وجايد جدا وجايد. فانت عايز تبين بشكل اه ان دي مساهمة كل نوع في البيع. فاحسن حاجة تعملها في المساهمة بالذات او حال اسمها contribution. الباي تشارت. الباي لو تلاحظوا بصوا او من ندوس عليها مرتين كده. بصوا هتلاقي بالمنظر ده. بس طبعا فيها تعدلات طبعا لسه بفيها تعدلات. التعدلات اللي هي ايه بصوا بقا. دلوقتي دلوقتي الشكل ده غريب. ايه المنظر ده وايه الشكل ده مش معروف. عشان نكبر الكلام ده مثلا اللي هو زي ده كده. نقف على التشارت دي كلها كده. ونروح دايسين هوم. ونعمل اللي هي نكبر الكلام ده كده. تمام؟ تمام شابب؟ هنكبر الكلام ده كده. فكده ممتاز وجايد جدا كده تزبطت شوية. بس انا برضو محتاج تثبيت اكتر. بصوا بقا نروح دايسين على كلمة دي كده. ونروح ديليت. ونيجي هنا كده نقول له ايه؟ نقول له مساهمة فبصوا يا شباب. دلوقتي انتم عشان تعملوا بس اللي تشارت دي. اه احنا بس هنكتب الاول اه اللي هو زي اه اه اسم ليها الاول يعني مثلا اه اه الكميات على حسب النوع تمام ما احنا بنشوف دلوقتي كل النوع بيعمل كم كمية صح ولا غلط تمام طب انا دلوقتي اعرف انهي كمية يعني كده مش واضح اي حاجة بص بقى يا شباب هنيجي هنا وفي حاجة اسمها ديزاين ديزاين اهي ديزاين في حاجة اسمها اد اللي بص اولا دي اللي تشارت ستايلز دي دي بيبقى فيها كزا تشارت تقدروا تعملوها زي ما انتو حابين يعني مثلا ممكن تختاروا الشكل ده ممكن تقفوا على الشكل ده كده ممكن الشكل ده دي اشكال زي ما انتو تحبوها دي ستايل بس مش اكتر فاعمين قصة يا شباب هلو تمام فممكن مسلا عاملين مسلا والياخ watch�دوا اتو تحبوا مسلا اليوم اللون اسواء ده كويس ندوس عليه مرتين اهو كده تجيه اللون اسواء ده كده معا معينة تمام ونروح وقفين على ده كده ونكبر الكلام دي كدهaucoup مساك في تقفوا على تشارت دي كلها وتروحوا جايين عليهم وتكبرو الكلام زي ما بيقبر كده عادي يعني اللي هو التيجي تقفوا على دي مثلا وتكبروا كده عادي اللي هو زي التكبير العادي اللي احنا بنعرفه ونروح في هنا ونمسحها. وفي بقى في اول ما تيجي دوف هنا في كلمة ديزاين في حاجة اسمها. يعني عنصر يا جماعة. يعني انتم تحطوا عناصر للصورة. تروح عاملين كده. في حاجة اسمها بيقول لي دلوقتي. بصوا ما مجرد ما جاء في كده بصوا بيقول لي ايه? طلع لي الاركام هاي. تعال نخلي دي كده على اليمين شوية كده عشان نشوفوها. اسمها بصوا. بصوا داتا كلها. فانا ممكن نخليها مسلا بستفت مسلا. تمام? فانا دلوقتي برضا عايز اخلي دي كده الاركام. طب انا عايز اخلي كمان معاها النوع. اسم النوع. اللي هو ممتاز جيد جدا. ما عاربش ايه. هتجي تقف واينا. هتبصوا. تعال نقفل دي بس الاول. بصوا يا شباب. لما تيجي تدوسوا على دي كده. تدوسوا على مرتين. هتبت تزهر لكم حاجة اسمها فورمات سيلز. او لو جيتوا تقفوا هنا. كليك يمين. هتلاقي حاجة اسمها فورمات داتا لابل. اهي. فورمات داتا لابل. تمام? اعم. فبيقول لك ايه. فيه value. وفيه show leaders lines. ممكن لو وقت اخترت برسنتج. هيقول لك كل واحد. اللي استهلك بتوقع ايه. ولما انت اخترت الكاتيجري نيم. بص دي بقى تحفة دي بقى. ده الشكل الجميل بقى اللي انا بحبه. بص قال لك ايه بقى. قال لك ان دلوقتي. الاسم ممتاز. بص الاسم هو الكاتيجري نيم. انتو معايا صح? انتو سمعيني صح? اه. الكاتيجري نيم اللي هو اسم الممتاز. تمام? والvalue اللي هي العدد بتاعهم اللي هو اه 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 86 الف وشوية. والبرسنتج اللي هي ايه? اللي هي هم واخدين كام من حصة السوق. يعني مثلا مثلا. فاهمين واخدين كام من حصة السوق? لا لا. فاهمين يعني كلمة مساهمة? طب انا هوضحها لك عشان انتو ممكن اللي مش فهمها بصوا شباب. كلمة مساهمة. كلمة مساهمة. دي بتبقى يعني مثلا افترض اه مثلا اه محل مثلا بتاع الالبان. ايه اكتر حاجة بيبيعها اكتر حاجة? بالضبط. ايه تاني مثلا? زبادي. 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 لبن وزبادي. بالضبط. ركزوا بقى لتلات حاجات دولة. ايه اكتر حاجة بيبيعها قوي? اللبن. ممكن اللبن. صمم? فاللبن ده ممكن بيمثل من حجم بيعه اربعين في المية او خمسين في المية. يعني نص المبيعات اللي هو بيبيعها بيبقى لبن. فاهمين قصدي? ايه ايه. اوه تمام. فانا قصدي ايه? ان احنا مسلا عندنا ان ستة وتلاتين في المية من مبيعات الشركة كلها بتتباع بالنوع ممتاز. فاهمين قصدي? كده وصلت المرحلة اكتر? يعني كده وصلت الفكرة اكتر. يعني انتو دلوقتي بنتكلم عن فيه الناس مثلا بتبيع لبن زبادي جبن حلويات الكلام ده كله. فاهمين دلوقتي لما انتو ايه تيجي تشوف ايه اكتر حاجة بتتباع فبتشوفي مبيعات كل يعني انت بتجمعي كل المبيعات بتاعت الشركة بتاعت المحل تمام? وتشوفي اللبن ده مثلا بتباع منه قد ايه من اجمالي البيع كله. فتلاقوا مثلا ان اجمالي البيع كله الممتاز ده مساهم فيها بستة وتلاتين في المية. وفيه بعد كده الجايد جدا تلاتة وتلاتين في المية والجايد واحد تلاتين في المية. تمام شباب? كده وصلت? تمام. طب عايزين مسلا نزبط الدنيا اكتر. نقف على دي كده. لو تلاحظوا في ما بينهم كمه. فانت بيقول لك ايه ممكن تفصلهم عن طريق اكتر من حاجة وممكن تخليها نيولاين. بصوا نيولاين بقت كده. احسن من الكمهات اللي كانت موجودة. والكمهات اللي كانت موجودة. بس. ونروح حاملين كده. ونقف هنا كده. ونخليها باللون الاسود. كده بات افضل. ونخليها بولد كده. اه لا كده كويسة. ننقصوا كده كويسة. طبك يا شباب? كده مضحت شوية. طب تعالوا مسلا في حاجات تانية. ايه لو ايكم حدي سعيدني مسلا لو ينفع حدي سعيدني طبام. ايه لو ايكم مسلا بالوكلة? بصوا يا شباب. نروح مسلا جايين. هنيجي عند المبيعات دي كده. ونيجي نختار مسلا انسيرت زي بيفت تيبل مسلا. ونحطها في اجزيست ووركشيت اللي هو بس الاول يمين شوية كده. نخلي دي كده تطلع لكوك شوية. ونيجي هنا. ونختار في الحتة دي كده. ونختار الوكيل. وعدد الكميات اهم. طعم كده يا شباب? ونعملها من اعلى الاصغر. طعم? اهو. ونروح حاملين دي كده. ونيجي هنا كده. عند البيفت تيبل بتاع الوكلة. ونعمل انسيرت. ونخليه برضو ريكممنددت شارت. بس المرة دي بقى. بصوا يا شباب. لما يكون في وكلة كتير او اسامي كتير. بصوا لو تلاحظوا. لما نحطهم تحت بقى تحت كده. بيبقى الاسامي جاية بيمين او ميلة شوية او سعب بتبقى واخدم ساحة كبيرة قوي. فاوضل حل للناس الكتيرة دي بتبقى البارد شارت. بتبقى بالمنظر ده. بصوا لو ما نجي ندوس عليها مرتين. هتبقى بالمنظر ده كده. بصوا معي صح? انتو شايفين انا بعمل ايه? بصوا كده اهي ونخليها ببارد شارت كده. بالزبط. بصوا لو تلاحظوا بقى ايه اللي حصل. اه نخليها سورت من بس كده. بصوا ده كده بقى بقت افضل حاجة دلوقتي ممكن بقى تختار بقى ستايلز اللي هي بتاعتها. طب نخليها كلها اسود اي رأيكم? نخلي كل الكولومز كلها يعني سودا. اوكي? نخليها بالمنظر ده كده. ونخلي دي كده. ونكتب ايه مثلا اه الكميات على حسب الوكيل. مواد الوكيلة. نعمل بقى شوية التصبيت. نيجي نقف هنا كده دي ملهاش لازمة. ندوس delete. ودولت كده اللي هو اه دولت برضو ملهمش لازمة اللي هي بتبقى ما حدف يبص على الارقام دي تحت كده. نعملها كده. ونخلي من منظر ده. فدي طبعا هيقابلنا مشكلة اللي هي ايه. ان احنا عايزين نعرف الوكيلة دي باعد يعني كميات قد ايه. هنروح واقفين هنا كده. ونروح دايسين على كليك يمين. وفي حاجة اسمها format short areas. ونيجي نقف هنا دي كده. في حاجة اسمها data label ثواني اه لا نعمل لها الاول data label. نعمل اه 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 اد data label ونخليها في ال center. في ال inside out. في ال out في ال inside. outside. ولا نخليها 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 inside in اخر حاجة خاصة. فكده طلع لي كل وكيل باعد ايه. شايفين كده شواب؟ الكميات. فدي كده لحد ما دي كده كويسة. طب نعمل حاجة تانية. مين ممكن يساعد مثلا في حتة تانية مثلا. مثلا. مثلا ممكن نعمل بالبلد. البلد. نعمل الكمية البلد. الوجهة بتاعت البلد. ونسوفه برضو نوع الكميات برضو. هنيجي نعمل هنا insert. pivot table. existing. ونيجي هنا. ونيجي هنا كده. ندوس اكي. الوجهة. والكمية. تمام؟ ونروح عملين دي كده. insert. recommended chart. ونخليها بالمنظر. ثماني كنا نعملها. احنا لسه ما عملناهاش اللي هي. كلهم زهين. اه. sort. من اصغر الاكبر. ونخلي insert. pivot chart. اهي. ونخليها بالمنظر ده مسر. نخليها كده من اصغر الاكبر اهو. بالزبط اهي كده هي. ونخليها كده اهي. وتكبر الكلام دي كده شوية. نكبرها كده شوية. تمام كده شوية? طيب كده ظهرت ايه? ان دلوقتي بقت مصر مسلا بنبيع اكتر لها كميات وهكذا. طب احنا مرضو عايزين نحط لها آآ شوية تفاصيل. يعني الانشارت دي التايتل بتاعها اسمه ايه? هنقول دلوقتي التايتل بتاعها اسمه الكميات على حسب الوجهة. او البلد. او البلد. تمام? اهي. تمام? وهنروح مسحين توتل دي ما لهاش لازم ابرده. وهننمسح اللي هي الاجزاء دي. عشان بس طبعا تحس كده بتاعها ارعب. ما لهاش اي حاجة في اي حاجة. هنروح جانين هنا. design. add data label. اهي data label. ونخليها inside end. نخليها هناك نخليها كده. ماشي. وكده بقت المنزرة ونكبر دي كده شوية. ونعمل كده design. احنا ممكن نخليها برضو سودة خالص عشان تبقى نفس الى فوق. اهي نخلي دي كده كبيرة كده. ونمسح دي. ونكبر الكلام ده كده شوية. ودولة برضو يكبروا كده شوية. خليهم كده. بس كده. كده المنزر بقى جميل يعني. تمام كده يا شباب? فكده نمسح بس دي كده ونصغر دولة كده شوية. لأ لأ. كاش يافين كده شباب? تعالوا نكبر دي اه دي تبقى انتو كاش يافين يا شباب ولا? انتم معايا صح? ماشي اهي ونكبر دولة كده شوية. مفينا. اوكي. ماشي. نخلي دي. ماشي. نخليها دي كده ونكبر بس هينفع تكبير كده. بالزبط. ماشي. بصوا شباب كده احنا عملنا التلات اتشارطات او التلاتة رسم البياني اللي احنا عملناهم دلوقتي. نيجي بقى هنا في حاجة اخيرة خالص اللي هي اي بقى? اللي هي ان احنا عايزين نربطهم ببعض او لما نيجي نفلطر. نفلطر عليهم ازاي? يعني دلوقتي لما يجي مثلا وليكن عايزة اعرف مصر مثلا فيها كام وكيل وبتبيع قدقين. هي دي بقى الفكرة. هنروح بصوا جايين هنا كده. هناخد كده اي انسيرت. نقف هنا اصدي يعني بصوا اهي انا حطت الجداول كلها ورا الاتشارط. هنا كده. وبما تيجي نقف على اي على اي بفت تيبل هنا كده. هتلاقي في حاجة اسمها زهرت اهي. اسمها بفت تيبل تيبل اناليز. في حاجة اسمها انسيرت سليسر. وهنقول له احنا عايزين الوكيل وعايزين الوجهة وعايزين النوع. تمام? ونروح دايسين على اوكي. هيزهر لي تلات حاجات اهي. هوليكم دلوقتي دي هنستخدمها ازاي? اهو. واهي. احنا عايزين الوكيل اهي. خلي دي كده كبير شوية اهي بس كده. تمام اهي. بصوا شباب. الوكيل اهي. والوجه اهي. الوجه اهي. والنوع اهي. فانا دلوقتي لما اجي بصوا شباب بقى لما اجي اعمل ايه? لما اجي دلوقتي اقف على الامارات. جاب لي بس الامارات هنا ما غيرها ليش هنا. فتيجي بقى الفكرة بقى الاخيرة اللي احنا عايزين نعمل. اخر حاجة خاصة. لما تيجي ضغب في اي حتة على السليسر ده كده تيجي تلاقي فيه هنا سليسر هاو. report connection وتربطهم ببعض. بتعمل report ان انت تربط التلاتة ببعض. تيجي هنا برضه في السليسر ده. report connection وتربط التلاتة ببعض. اوكي اوكي. بصوا يا شباب. لما اجي بصوا بحركزوا في اللقطة اللي جاية دي. مجرد ما اضغط على جاية جدا على جاية مثلا ايه ليحصل بصوا. جاب لي جاية ده. وقال لي ايه الحاجات اللي بتتباع فيه. وقال لي ايه الوجهات او البلاد اللي بيبيع بيبصوا. يعني كانت الاول هنا كانت مصر. بصوا ايه اللي حصل دلوقتي. بقى هنا الاكبر بلد بتبيع منتج جسمه جيد. السعودية بعدها العراق. طب لو احنا فلترنا كده فكنا الفلتر. هنرجع كله. مصر دي الاولى في اي حاجة. هنروح دلوقتي مثلا مختارين الامارات. الامارات الوكيل بتاعها اسمه الخليفة. وبتبيع قد ايه. وكمياتها قد ايه. طب لو احنا اخترنا مثلا مصر مثلا. مصر فيها وكيلين. الفيوم والاهرام. محد يخب بالو ولا يا شباب. انتم معي شباب? الفيوم والاهرام. لو احنا مسا اخترنا العلاق. العلاق فيها اولاد عمر وحسين خلدون. ايه لكم كده شباب? انتم معي صح? انا كده. بس كده انا كده خلصت بتاعت النهاردة كانت المحاضلة كانت خفيفة شوية. فكده انا خلصت حتة ان انت تعمل ريبورت ازاي? بطريقة احترافية شوية. نكبر دي كده شوية. انا كده خلصت كده يا شباب. حد عنده اي اسئلة? انا كده خلصت الحتة بتاعت الاتشارت دي وان شاء الله ابعتها لكم دلوقتي على الجروب. فاللي عنده اي سؤال اتمنى اتمنى ما تخرجوش من الجروب. خليكم على الجروب. خليكم بمجرد لو اي ما ستعمل بال Young XL وي دور على الجروبات بتاعتهم ويكتب كده انا كده كده ما بخرجوش من اي جروب. علشان لو في اي مساعدة ان شاء الله در اساعد بها الناس. ماشي يا شباب. انا كده خلصت وان شاء الله ان شاء الله هشوركم على خير. وتمنى ان شاء الله ان شاء الله. شكرا جدا لحضرتكم صلى الله عليه وسلم عليكم السلام ورحمة الله